وينضم إلينا من القاهرة حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي سيد حسين بمن تحتمي ميليشيات مصراتة وهي تقول لن نتحاور يوما مع الجيش الليبي طبعا ما صدر اليوم عن مجموعة من المكونات في مدينة مصراتة ليست القيادة العسكرية للمجموعات المسلحة الموجودة في المدينة فقط بل أيضا المجلس البلدي وبعض المكونات الأخرى التي يبدو أنها كانت على اتفاق مع ما يدور في أنقرة أكثر مما كان يدور في العاصمة طرابلس وأعلنوا اليوم التبرؤ من المجموعة التي دخلت في حوار مع القوات المسلحة العربية الليبية التي استجابت لها القوات المسلحة بتمديد المهلة لسحب عناصرها الموجودين في مدينتي طرابلس وسيرت أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته قيادة هذه المجموعات يؤكد ما كان مطروحا من قبل أن مدينة مصراتة على الرغم مما فيها من سكان ومن قوة وطنية هي مدينة مخطوفة وقرارها في أيدي أمراء الحرب وقادة وزعمها الجماعات المتطرفة بمن تحتمي ميليشيات مصراتة سيد حسين حتى تقول أنها ستواجه الجيش الليبي بالطبع مصراتة تحديدا مرتبط ارتباط وثيق بتركيا والمعلومات تؤكد أن هناك تواجد الآن على الأرض لقوات تركيا وهناك أكثر من غرفة عمليات تم حتى ضربها في السابق من قبل سلاح الجو الليبي فهي تعتقد أن القدرات التركية كافية لحمايتها ولياتخاذها مثل هذا القرار إضافة إلى أن مدينة مصراتة أيضا فيها ترسانة كبيرة من الأسلحة وفيها مجموعات مسلحة من مختلف المناطق كل المجموعات المتطرفة التي انسحبت من عدة مناطق وتمكنت من الفرار من مناطق التي تستطيع جيش في الغرب وفي الشرق وفي الجنوب تمكنت من الوصول إلى مدينة مصراتة وأصبحت حاضنة لهذه المجموعات سواء كانت ثواء ما يعرف بمجلس شورى درنة أو مجلس شورى بنغازي أو مجموعات قوة حماية الموانئ النفطية السابقة وغيرها من المجموعات موجودة في مصراتة وهي المتحالف الرئيسي مع تركيا هل هناك الآن سيد حسين من يخطط لجر الجيش الليبي لحرب مدن صعبة للغاية في ترابلس ومصراتة؟ العملية عندما خاطبت القوات المسلحة عقلاء مدينة مصراتة ونبهتهم لخطور التواجد أبنائهم في سيرت وفي ترابلس بخلاف الموجودين في مدينة مصراتة كانت تحاول أولا تجنيب هذه المجموعات للمعركة لأن معركة سيطرة على ترابلس وانقاذ ترابلس من مجموعات مسلحة أخرى وأيضا سيرت مدينة أخرى تبعد حوالي 250 كم شرقي مدينة مصراتة يأن الجيش دخولها بشكل سلمي دون قتال والمجموعات المسيدرة عليها هي أيضا ما يعرف بقوة حماية سيرت هي مجموعات قادمة من مدينة مصراتة حاول الجيش حلحلة الأمر بشكل سلمي وتجنيب عملية قتالية لكن يبدو أنه سيضطر للتعامل مع هذه المجموعات في ترابلس أولا وتطهير المدينة ومن ثم أعتقد أنه سيضطر للتعامل معهم أيضا في مدينة مصراتة وهو من الخسائر بالنسبة لليبيين مدينة مصراتة أيضا من كبرى المدن الليبية وعندما يدخل الجيش في حوار مع عقلاء مدينة مصراتة فإنه يؤكد على حرصه على توفير أي جهد وتوفير أي دماء وتجنيب المدنيين من الآثار الجانبية لأي معركة حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي كنت معنا من القاهرة فشكرا لك